مساء الخير كلنا شفنا أول ثلاث مباريات لبرشلونة بالدوري الإسباني مع رونالد كومن اختلفت الآراء حاول ردة فعل طبيعية لأي فريق بيتغير مدربه والبعض الآخر اعتبر أنه كل شيء عم نشوفه من برشلونة بالوقت الحالي هو نتاج عمل رونالد كومن بفترة التحضيرات الصيفية لكن كنا مع هذا الرأي أو مع ذاك لازم نختفع على خمس ملاحظات مهمة تغيرت ببرشلونة بفترة رونالد كومن وبالمباريات الثلاثة الأولى الملاحظة الأولى كانت تحسن الواضح البدني على برشلونة مقارنة بالسنوات الماضية ولما نحكي تحسن بدني عم نحكي فردي وجماعي فرديا فيه مثال كتير مهم اللي هو سيرجيو بوسكيتس اللي ركت بمباريات بإشبيليا 11 كيلو متر ونص وهو تقريبا أعلى معدل جري لأله منذ بدايته مع برشلونة ولما نحكي منظومة جماعية فكنا عم نشوف إنسو فاتي كان عم يعود للخلف كوتينيو ليونيل ماسي وجريزمن لمرحلة أنه شفنا ليونيل ماسي بالدقائق العشرة الأخيرة ضد إشبيليا عم بيرجع إلى مناطق جزاء برشلونة عم بيستخلص كرة وعم بيبدأ هجمة لبرشلونة هذا تطور البدني الملحوظ اللي كان نقطة ضعف لبرشلونة بالسنوات الماضية خاصة لما نوصل لشهر فبروري ومارج كنا عم نشوف برشلونة أقل من الفرق الثانية بدنيا هاي رسالة تعلم رونالد كومان منذ البداية اشتغل بشكل واضح على العمل البدني وراح يكون نقطة قوة لبرشلونة بالفترات القادمة وليس نقطة ضعف متل ما كنا نعرف عنه النقطة الثانية اللي هي السقة للاعبين الشباب على ايام فالفيردي وايام كيكي سيتين كانوا اللاعبين الشباب بعض منهم يحصل على بعض الدقائق هنا وهناك نظرا لظروف المباريات الإصابات والدكة الفارقة الشيء المختلف مع رونالد كومان انه بالبداية ما عم بيدفع بهدول اللاعبين بسبب عدم جودة الدكة أو بسبب قلة الخيارات الدفع بهدول اللاعبين الشباب هو رسالة واضحة انه انا راح اعتمد عليكم طوال الموسم فيه شغل واضح انه صار ما قبل الموسم او مع بداية الموسم شغل مدرب مع لاعب انت عندك سقتي رح تاخد دقائق وبيدي اشوف ردة الفعل على ارض الملعب وهذا الشيء شفنا نتاجه على ارض الملعب بالفعل انفجار انسوفاتي التهديفي السقة الواضحة على اداء ترينكا وبيدري بالدقائق الاليلة اللي عم بيحصلوا عليها ومستوى كوتينيول جيد جدا بالفترة التانية اللقلوا مع برشلونة مقارنة بالفترة الاولى وبفترته حتى مع بايران مونيخ فاذا على المستوى النفسي والثقة رونالد كومان نجح بالاختبار لحتى الان النقطة التالتة والتي مهمة جدا انا برأيه عدم الاعتماد الكلي على ميسي في منظومة برشلونة الهجومية الشيء اللي اعتدنا عليه بالعشر سنوات السابقة رونالد كومان عم بيحاول يغيره هذا التغيير له مخاطر كبيرة ولازم شخص خبير يقدر يقوم بهذا التغيير رونالد كومان اكيد بيتمتع بهذه الخبرة وهي واحدة من الاشياء اللي سمحت له انه يقدر يغير شكل برشلونة باللعب وبالهجوم وبالدفاع بسبب شخصيته هذا الشيء اللي افتقده فالفيردي وافتقده كيكي سيتين فنحنا عم نشوف انه في عمل مدرب للعب اللي لازم تخرج الكرة من قدمه للعب الافضل بالمكان الافضل وليس فقط البحث عن ميسي داخل ارض الملعب متل ما كان عم بيصير بالسنوات السابقة هذا الشيء رح يعطي برشلونة حلول هجومية مختلفة صح ميسي هو حلال المشاكل وحلال العقد بس كان بس ميسي فالمباراة اللي ميسي ما يكون فيه بيومه برشلونة يفتقد الحلول تماما اليوم رونالد كومن عم بيعطي برشلونة وجه اخر حلول مختلفة قد تفيدهم بالايام اللي ميسي ما بيكون موجود فيها بالمنظومة او ما بيكون موجود فيها حتى ببرشلونة بشكل عام النقطة الرابعة هي التحسن الدفاعي الواضح ايضا لبرشلونة بالمباراة الثلاثة الماضية لازم ما ننسى انه برشلونة لعب ضد فيا ريال سلتا فيجو وإشبيليا ثلاث منافسين عادة بيعزبوا برشلونة اكتر بكتير من اللي صار معه بالمباراة الثلاثة برشلونة مع فرق اضعف من هدول الفرق يستباح دفاعه في اغلب فترات الموسم صح برشلونة تعرض لبعض الهجمات وتعرض لبعض الفرص الحقيقية ونيتو احيانا كان عم بيقوم بدور تيرش تيغن بس كمية الفرص اللي كانت عم تستقبل دفاعات برشلونة اقل بكتير من الكمية اللي كانوا يستقبلوها بالفترات الماضية هذا شي بيرجع لأكتر من عامل ولكن العامل الاهم هو انه برشلونة صار يدافع كمنظومة وليس كخط دفاع فقط سابقا وتحديدا بالموسم الماضي كان سواريزو ماسي ما بدافعه نهائيا جريزمن يعني مساندة خجولة بطأ خط الوسط كان يترك خط دفاع برشلونة مكشوف اغلب الاوقات اليوم بهدول المباراة الثلاثة كنا عم شوف عودة من كوتينيو من لعبين الارتكاز من انسوفاتي وحتى من جريزمن بوسكتز اللي كان يعاب عليه بطءه بالعودة وبطءه بتحويل الكرة كنا عم شوفه تقريبا واحد من افضل لعبين برشلونة بالمباراة الثلاثة الخوف على المركز وجود بيانتش على الدكة ساعد انه نشوف بوسكتز عبيلعب بهذا المستوى وبرشلونة بشكل عام عبيلعب بطريقة دفاعية افضل من الموسم الماضي النقطة الخامسة والملاحظة الخامسة واللي بدي اختم فيها هاي النقط هي الظروف اللي فرضت على رونالد كومن انه يلعب بالمهاجم الخفي بيع سواريز عدم اقتناع كومن ببرايثويت وعدم تعاقد برشلونة مع رأس حربي صريح رح يترك كومن مع خيارات قليلة كتير عنده خيار جريزمن وعنده خيار المهاجم الخفي جريزمن كلنا منعرف انه ما له مهاجم يعني حتى لو رونالد كومن قرر ان يلعبه كمهاجم وكرأس حربي على اغلب رح تفشل هاي التجربة المهاجم الخفي تقريبا هي المفاجأ الوحيد اللي ممكن يقدمها رونالد كومن هجوميا لبرشلونة تبادل المراكز فاتي ترينكاو ميسي وجريزمن مع كوتينيو هذا الشي ممكن يخلخل الدفاعات خاصة بالمباريات الصعبة بس كمان لازم نعرف انه عادة بيجي مباريتين او ثلاثة لبرشلونة خلال الموسم بيكونوا كتير مسكرات ولازم ميسي يكون بيومه بيومهم لحتى يقدر يخلص برشلونة هدول المباريات اعطوني اراءكم حول برشلونة كيف شفتوه بالمباريات الثلاثة الاولى مع رونالد كومن بالتعليقات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته